و انا معرفة شلو مدخلة فيها نقدر انا دير فيها مكونات لهما بصعب نقدر النوع ديه شفلات باش كنخدم انا الخيس و النوع باش كتخدمين انت غالي هي قدر العكس انا شفلات باش كنخدم غالي انت كتخدمي وباش شفلات الخيس نحن في كل الفرق في التالي مش هبشرين المقابر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتي شوات امني زرب بسيس كويزين كانت مننا تكونوا في احسن الاحوال وانسو ما كتشاهدو هاد الفيديو اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد فيها 4 ديه الانواع ديه اللي كايك اللي غادي نصابون بواحد طريقة اقتصادية و كيفاش نخرج وجوج ديه الانواع ديه اللي كايك اللي كيكونوا مختلفين لف المعداق ولا في الشكل ولا يكون من خالة واحد كانت مني ان شاء الله هاد الفيديو اعجبكم ما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة فارتاجوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء اللي تعمل فائدة وبالنسبة لهاد الفيديو را غادي نقول لكم الاتمينة ديه الكل حاجة بش حرق ستباع لان هادي طالبية خليكم معايا حتى الاخر الفيديو ونبدأوا باسم الله على بركة الله اول حاجة غادي نحضر هنا جوج ديه الانواع ديه الكيك من خالط واحد غا نصيبهم غيب زلافة عندي هنا هي 8 ديه البيضات انا غادي نستعمل طبعا العجانة ما بغيش نستعملي ديه باش الكيك يجي ناجح مية في المية وفي نفس الوقت نقص على راسي واحد شوية ديه التاعب لانني كانت عندي لخدمة بزاف خديت 8 ديه البيضات مع زلافة ديه السانيدة العبار ديه الازلافة كله غا نخليه لكم في صندوق الوصف اللي بغاوه بالميزان طربت البيض مع السكر والفاني حتى الضعف الحجم ديه كيف ما كتشوفوا معايا قللت كان نقصه درجة الخفق وكان بدأوا نزيدون المكونات الأخرى تدريجيا نزيت زلافة ديه الزيت وزيت جوج علب ديال ياغورت الشوكولاتة ممكن تديروا ياغورت الفانيلا عندي هنا زلافة ديال كولاكا وديال أطفال ماشي الكاكاو لكن ستستعملوا الكاكاو المر فغادي تديروا ثلاثة المعالق عامرين او ثلاثة المعالق ونص لما كانوش عامرين بزيف هو من الأحسن تستعملوا كولاكاو لانه كي يعطي واحد لها شاشة الكيك وكي يعطيها واحد البناء احسن من الكاكاو المر و لكن اللي متوفر لهاش ماشي مشكل ممكن ديال كاكاو المر زيت زلافة ديال الحليب كيف قلت لكم بالنسبة العبار بالميزان كله غنخليه لكم صندوق الوصف باشهاكا متلفوش وغادي زيت طحين زيت زلافة الليولة ديال الطحين وغادي زيت زلافة سنيد الطحين الزلافة كل زلافة بحلها فيها جوج كيسان ديال العنبة كل حاجة غدروا منها جوج الكيسان جوج الكيسان اللي ما بغتش تعبر بزلافة تعبر بكاس العنبة ما عندهاش مشكل زيت زلافة الليولة ديال الطحين زيت زلافة الثانية ديال الطحين وغادي نزيد ربعات الخمارات ديال 7 جرام كيف قلت لكم لانني انا هنه غادي نخرج جوج الانواع ديال كيك واحدة اللي غادي تجيب حلط طعب الكريمة بكل شي ديالها واحدة اللي غادي تكون كيك ديال شرب الشاي عادية وغادي نقول لكم كل وحدة وثمن ديال بيع ديالها فهد الفيديو هادا غادي نخليها لكم في تعليق متبت لانني فالاخر ديال فيديو كانت سيدة جات بش تدي الطلبية ديالها ومعطانيش الوقت باش غادي نحسب المقادير باش غادي نعطيكم الثمن مضبوط وما تضيعوش راسكم هادا علاش اه.. صافي جات سيدة بش تدي الطلبية ديالها كيف قلت لكم بقاشل الوقت باش غادي نحسب كل حاجة نعطيكم الثمن ديال البيع مضبوط اي كيك شوكولاتة سدهن اي كيك شوكولاتة سدهن اردو علي الخبار اي كيك شوكولاتة سدهن يساعد ان الكيك يبقى طري واحد مدة طويلة اقسمتها على جوج اليمون 25 سنتيم و هذا المون طويل كبير اي ساعة البيضات هذا ليس ساعة البيضات هذا المون طويل اضع مكسرات وحبيبات الشوكولاتة و هذا الكيك المدورة سوف نطيبها بشكل جينواز و انتم سوف تحمق طيبتهم 150 درجة المون دا ما كيفوتوش 45 دقيقة هنا الكيك ذي بعد ما خرجتهم من الفران اه غدي نقلبها هكا من حدها بقى شوية دافية باش ما تشدليش في المون المون كيف شدهن تغيب الزبدة هادة حس عندي مكيل استقش نوعية جيدة مكيل استقشد هن تغيب الزبدة مدى تلاطحين لاتشي حاجة باش حت الكيكة كتبقى محافظة على اللوين ديل هزوين و الشكيل ديل هزوين عرفتو هاد الكيك شح الجهشيش البناز محافظة عصير الطبط يربح البونجة انتو مادين ورها لكم عن قرب جاء غزال المهم بالنسبة الكيك الثاني غادي نقلبوه هكا على واحد شبيكة ضروري نقلبوه على شبيكة باش كي يبرد هنه غادي نحيد له هاد الورق من جناب وغادي نخلاس برد صراحة انا خليها تبردت مزيان نقلبوه لنا احسن غادي نحاول اني نحيد له هذيك الجناب اللي يكونوا ميلين وغادي نقسمها على جوج شوفو هنه را كنت نقسمه هي مازال شوية سخونة من اشترطت وقد تفرتت لي وما قدرش نتحكم فيها فخليتها بردات عطيتها الوقت تقريبين شير بعات السوايع عادة اه فرقتها على جوج وكن سقيها بالقهوة الحليب معانيس كافي وكن خليها تشرب هذيك السخوة اولاESS حني دار Virginia لاندي القناش شوكولات خ aspects مزيان سيضобытиности 3100ずquote 1 Pvd 3 Minute هذي اسهل طريقة نجلبقين من زج broccoli إيش لا نخليها لك في صندوق الوصف او لا نخليك فيديو راح عندي خاص فيه غير هادلي قاناش هادو هادا بصراحة كان عندي واجد كنت غنخدم به واحد الكيك ديزاين وما خدمتش به هاداك الكيك صافي بقى عندي قلس علاش الله غدي نعمر به هاد طاردة مهم خديت هنا هاد الايطار هادا الجينواز حاولت نقص منها واحد شوية لان الايطارات الكبار ما بقاوش عندي بقاو عندي غير ايطارات هادو المسوسطين اضع المسوسين 22 يمكن صغير جديد فلترايز ان انا اقص من الكيكا واحد شوية من الجواني بديالها درس واحد الكمية دي قاناش من الوسط شوية الكرامير شوية البابيتس دي الشوكولاتي شوفوا معايا الكيك شح الجيش عرفت صوراه رطبة 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 الواحد ترجم تصورش وبنينا مشبعوا من هاداك الكيك طويل هاداك أنا اخليسوا الولادي يجب عليهم اجيئة اثنيني اعطيه لهم اهتاها اجتلي هذيك الكيكة لشوكولاتة اه بالنسبة لها دوكنوة طالبية احتا هي هذيك الطويلة نعطيكم تمل بيع بالنسبة الاخوات اللي يريد اخدمهم ان دولة ديالهم اللي يسهل عليهم يعاونكم وعاول ايداسكم فقلت نعطيكم تمل بيع باش يريد ان تخدموها البيع ويريدون اتعرفوش حال تبيعوها المهم كان غلف هنا الكيك بطريقة ساهلة دائما استعينوا بهذا الصحنا تدور. بالنسبة اللي بنات اللي كانوا سوروني عليها الصحن تدور او لها التبصيل اللي كيدور. فهدو انا كنجبسوه معي بصراحة من المغرب كنجبسوه معي من سيطوان. اه وانسو ما كتشوفو المحلات دي اللي بيه هم بصراحة في المغرب رخاص. انا كنجبسوه معي رخاصين واش يمكن شي خمسة وعشرين اورو الواحد. اما في امازون راه دا يارين سستين خمسة وستين اورو. ونفس يعني انا كن شارية تقريبا واحد بحاله من نفس الكاليتي. كانوا غاليين في امازون يعني من الاحسن تشوفوه شي حد يستفتهم لكم من المغرب كيكونوا رخاصين. هنا غادي نصابو الشوكولاتة باش غادي نزينو الطارطة دينا. عندي هنا الشوكولات عادي الشوكولات ما مخلط مع التشي حاجة دوبتو. عندي هاد اللاطة سكون نقية هو من الاحسن الى عندكم الرخامة يعني الكوزنة اللي كفيها الرخام كيبكز عارفو انا عندي الخشب ما نقدرش نرفق منه السخونية ومنقدرش نكرته. فكنستعين بهذا اللاطة يخطي تكون قية وما تكون شكا تتقشر يعني واش ما تتقشرش لكم للشوكولات يعني لقدر الله يمشي لكم بشي طريف دي الحديد ولا شي حاجة يدر لكم الناس ويقادي لكم بشي حد. المهم هنا يادرت الشوكولات دخلتوا تجمد. اه دخلتوا تلاجه واحد شوية غيبة اللي يجمد حيته. وكنكرته بهذا الشكل هادا كتستعينه بشي الكيكا دينا من جناب انا اعطيتكم انا اتعمت نصور لكم الطريقة بالنسبة الاخوات اللي ما يقدر يكونوا ما عارفين ش هالطريقة هذي كاللي غيكون عارفة كاللي ما يكون شعارفة هذي كتجيب حالشكل للفوغينواغ بالنسبة لها التارطة هذي انا اتعمت نديلها التزيين ديال الفوغينواغ لان اطلا الفوغينواغ كتتخدم بها الطريقة كتخدم بما داق القهوة بالكريمة ديال الشوكولاتة وكيتزين بالشوكولاتة بهالطريقة هذي. صافي حبيبات قلبي غادي ندورها كامل اموة مستديوش لك بيجامتي مستديوش اخسي لك سو سيرة اختمت بزاف في الكوزينة وتطلط لي البيجامة بالشوكولاتة اه ما رضيت لهاش البال حتى بديت ندير المونتاج عاد رضيت لها البال. المهم حبيبات قلبي كنزين الطرطة ديالي من جنيه بس ديالك كاملة بالشوكولاتة كنجيب واحد البوش كندير فيه الكريمة وسنبدأ نديرها كواحد الوريداس من جديم هنا مرة مرة كنجي نتأكد واش الكاميرا كتصور لانش حمل مرة كتديرها بيا كنكون كا نصور مني كنمشي لدخلت لي غير شي ابل معا كنكون ديله السيلانس الى دخلت لي غير شي ابل كيمشي ليا دك اللقطة كاملة وانا عند بليرا كنكون كا نصور وانا ما كان صورت حاجه. هنا دخلت وريدات الكريمة من فوق ذاك الشوكولاتة اللي بقى عندي محكوك ما بغيش نضيعي بقى خلن بغي نحتافظ بها غادي تهرس. درته بذيك زليفة وزيت عليه شوية الكريمة. ودرته من فوق ديال فوق ديال الطارطة. ودخلتها للتلاجة فكنت تكملت دباجوش انواع ديال كيك ديالي غادي ندوس نحضر معكم تيراميسو اللي غادي نصابوه بمضاق البرتقال والفريز كي يجيب بنين ما تشبعوش منو. المهم هنا عندي واحد العلبة ديال الجبن كريمي استعملو ارخص نوعية ديالجبن ما عندكمش مشكل في الجبن هو المضاق للجبن فقط. ادرس هنا تلسمية جرام ديالجبن. غادي ندي تقايبا واحد خمسة المعالق هكا ديال الحليب محلة. غادي نطربهم غاية واحد شوية غير بحل يتهرس داك الفرماج. وغادي نضيف الكريمة السائلة. بالنسبة الكريمة السائلة البنات اللي كي سولوني منين كناخدها هاد الكريمة البنات كناخدها من من شركة ديال ديموبا. شركة ديال ديموبا انا كينة حدايا. الناس اللي ماشي حداكم من شركة ديموبا كتدخل لجوجل كتسبوه www.dimoba.es.os.com را غادي اطلع عليكم غير غادي اطلع عليكم موقع ديالهم كتدخلوا وكتقلبوا على هاد النوع ديال الكريمة ديالها سكرين وخليوها عندكم. وسقدر يديلها سكرين ودخل يتقلب عليها في جوجل غادي اطلع عليك المواقع اللي كي بيعوها وانتي كتسبوها من اقرب موقع ليك. صافيك نطرب الكريمة ديال ديال الجبن بهذا الشكل هادا شوفوا معايا الكريمة خصة تكون بهذا القاوة. دائما تيراميسو ما كنخدموه بحال هادك اللي خدمنا بها طارطة ديال الشوكولاتة اللي درنا دبا من قبل. لا كان خدموه الكريمة بهذا الشكل هادا. هنا عندي البيسكويت ديال تيراميسو غادي نخدموه انا في المول دائري. اه. غا نحاول ان نقسموه على الطول ديال المول اللي عندي سواء مرباء سواء مدور. هانسوا بهذا الشكل هادا. كان في الزقاف العاصر ديال البرسوقال. انا بصراحة عندي غير جاهز. ما عنديش طبيعي. انتم اللي بغيتوا تدروا عاصر طبيعي معليش. انا من الاحسن كنفضل تستعملوا عاصر جاهز لانك يكون شوية حلو. من الاحسن. صافي كنديرها كطبقة في الاسفل ديال ديال بيسكويت الكريمة اللي صوبنا. هنا عندي هاد السلسة ديال الفريز اللي حتى هي كنشريها جاهزة. هادي من احسن الانواع ديال السلسة الفريز اللي ممكن تعمرو بها لطارد ديالكم طبيعي يوزوينا. اكيد غيكون فيها مواد حافظة اللي هتحافظ عليها باش ما تخسرش. ولكن وكأنك تتاكل فيها طبيعيه ياللهم صوبة انك نصوبها في الدار وعارفة الفرق. فما كينش فرق نهائي وغالية زائد انها تلقى على ايترو. راديلات قريبا تسعود الأورو ولا ما عز عشرة اورو مع قدش بالضبط المهم ما مشي قل من تسعود الأورو. المهم حبيبات قلبي بالنسبة لهدي انا كنت معولا غندير فيها حتى الطريفات ديال فريز مقطعين ولكن هادا كنهار مشي تقلبس على الفريز برق ناشف ملقيتوش يمكن تسعود الموسم دياله مبقاش. موين فقلت قد نعدي بهذا الشي اللي كاين حيث هادي غيل واحد غيل داري وهكا وحد البنيتة كتجي عندي بغيت نفرحها بيها وصافي. اما هدي زعمش ديال البيع. انا غنعطيكم سمن البيع لو بغيتو سبيعوها. صافي كان بقاقة دا طبقات بهاد شكل هادا طبقة ديال البيسكويت طبقات الكريمة وطبقة وشوية ديال هاديك الكولي ديال الفريز او هاديك السلسة ديال الفريز راه بنينة ما تشبعوش منها او ممكن صابها غيف تدرغي الفريز مع اسكار كطيبوه. وها هي والاز عندكم وحد السلسة ديال الفريز جاهزة. صافي سنبقى مستمرة من نفس التارقة حتى نكمل هادا من اسهل اه تراميسو اللي ممكن تصابوهم كيجي ساهل وضغي ضغيا كيوجد وراه الماداق ديال ها البنات وراه بنينة ومنعيشة منعيشة خفيفة كتحسي براسك بحل ما كنتيش قاع الحلاوه انا ده برا كندير لكم المونتاج انا يالله كنت واحد طريف وشربت لي كويز دا القهوه عاد جيت كندير لكم المونتاج اطلعت المورال بعدها ايه وصافي هنا يرا كنخسار هاد الحبيبات البيضين كيف قتلكم انا كنت معولا نزينها بالفريز ساعة مني خرجت تسخرت ما لقيتوش قلل اللبز عليه ما لقيتوش ايه وصافي حبيبات قلبي هاده ما كان حسامي ركاض ونا ملقيتوش فيها لانه كان سبت وما ملقيتش فيها الفريز ما عرفتش عليش كتلكم يمكن تساني الموسم دياله صافي هنا غادي ندخلها للتلاجة والنفس الكريمة اللي بقاتلية اكيد ما غا تكونش بقاتلية كمية كبيرة غادي نزيد عليها دك شوية الكريمة اللي بقاتلية او هنا غادي نزيد الكراميل يلا بغو ستصاب وهادي بوح ديته فنفص التريقة الكريمة اللي بقينا من قبل 300 غادي الجبن شوية الكريمة اللي حسب الضوق والكريمة السائلة تعمروا بالبواطة دائم نزد الموطة الجبن كنت أشتبو بواطة الكريمة، انأكل بواطة الجبن، كنت أشبو بواطة الكريمة هنا أنا ذاة الكراميل هاد طارطة هاد غادي نصاب معاكم بديل بيسكويب لنجد الكراميل والاناناس وحاجة وعره جربها لديك جربها لديك لتحمر وجهك هذا البوطة الاناناس لديه البيسكوب الماداق الكوك مع الماداق الكوك الماداق الكوك المهم سنخدمها طلبية لان السيدة التي تلبس مني ندخلها ونقرها اختارت الاناناس واختارت الشوكولات نفزق البيسكويت الاناناس نفزق ونفزقه طبقة ونقرر ونقرر طبقات طبقة طبقات ونقرر الاناناس ونقرر 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 طلبية ثمال 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 تيراميسو ثمال 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 كميه اللي عندي كامله قادي نحاول ندخل هالتلاجه نخليها تبرد واحد شوية باش تشد فراسة هالكريمة نحاول نقادلها الوجه دياله بهاد الكوبات ولا شي سباتولا ولا اللي كان دخلت هالتلاجه خليتت شوية فراسة صراحه ما خليتش بزيف خليتش نستاعه لان كان عندي ثاني الشغل وكانت عندي ختمة قراءة كان سبقه مقال بسطيلس ديال الحوث احتهما طالبهم مني ما صورتهم ش صراحه لان ديجا عندي في القناة شحام مره فقلت شرهنر كنظر نجي نتأكد من الكاميرا واش خدامه ولا لا لحقاش ردارتها بيه مرارا واسي كدرها بيه وكنتعصب كيكونوا شي لقاطات داروري خاصهم يتصورو المهم بالنسبة التزين بالنسبة ان هاد الكيك داخل فيها الكراميل من الداخل فاكيد غدينزوقوها بالكراميل والاناناس هاد الحليب مركز او هاد نيسلي كاراميلزي هاد كيتباع في مركادونا ايه وصافي حبيبات قلبي هاد ما كان في التزيين بسيط جدا غيكون بهذا الشكل هاد كنتمنا ان شاء الله هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وكان هاد هو الشكل النهائي ديالي طارت ديالي خدمتهم بصراحه بكل حب اه فرحانة حيث قدرت ندير واحد الفيديو بهذا الشكل هاد هاد هادو هما الفيديوهات اللي انا كان حمق عليهم وكنتمنى ربي يعطني القوة ويعطني الصحة ونبقى دائما ديالكم فيديوهات بحال دائما وبحال من قبل قمت طربيه ديالي شوفوا ما شاء الله نجهد شغبال كيحة مقونا انا متأكده السيدري بيداس من عندها سوف نحمر لوجهها ان شاء الله المهم هي بس قلبي بالنسبة الاسمينة ديال كل حاجة سوف نجعلها ديال شوكولاتة بشحال دايرة الكيكا ديال شوكولاتة بشحال دايرة والتيراميسو ديال الفرنسا بشحال دايرة ونجعل لكم طرطة ديال بسكويت والماء والمانجا والعناس بشحال دايرة كل حاجة نخل لكم بثمن ديالها هنكسب لكم هادي هبش حال دايرة المهم حامي باسين ان شاء الله تجربوا هالشي هذا اللي بغى تجربوا حاجة وقدروا عيداتها واللي بغى تخدم طربيه بالنسبة الاسمينة دائما سنقول لكم الاسمينة ديال كل حاجة مثلا انا هادي الخدمة ديالها سهلة يعني كل شي واجل كنترابها الكريم وكنراب كبعا يعني كمش خدمة بزب هادي غنرابها في جوج باصلة خمسة القوام ديالها كان اخدو مثلا انا خسرت لها خمسة اورو وهادي اخدراب ديك خمسة اورو في جوج باصلة خمسة هذه الطارطة هادي فيها شوية الخدمة كنتصاب الكيك كتلاء الكريم و ترتبها يعني فيها شوية الخدمة ضربها في ثلاثة القوام ديالها هذه سهلة بحالها قدره 9.5 القوام ديالها هادي بالنسب الاخوات بخير احد اخر اخر احد مناصحة اخر سماعها البنات المتديئات دخلوا عندي بعض البنات يقولي اختيها فكي سنبيعها رمي مكنت نجي نقول لك انا الثامن مش هتبيعها وانا ما عرفش ندخلها فيها نقدر انا دير فيها مكونات اللي هو مبساط نقدر النوع لديه شكلات باش كنخدم انا رخيص والنوع باش كتخدمين انت غالي يقدر العكس انا شكلات باش كنخدم غالي انت كتخدمي باش شكلات رخيص هناك يقول الفرق في الثامن مش هتبشرين المقادر دائما اي حاجة اختمتها هو في الحقيقة خس كوشي تدرى في ثلاثة يعني مثلا هذي القوام دي لخصة سلاح 5 اورم هذا غير ميتال خصة سلاح 5 اورم فهنا ندرى في ثلاثة 15 اورم هذا هو زمن البعدي لانا اللي هو لقد ترجعي فلوس القوام ديالك تانية فيها التعب ديالك فيها الوقفة فيها الضوء فيها الماء فيها كل شيء المخاصر اللي كتخسر من الضوء كتدرها في الثلاجعة المماء اللي كتخسرها لها التامرة ديالك والثالثة كتشيات بكرباح هذه الطريقة لا نقدرها نحسبها طلبية ديالنا حبيباسي المهم اخسرها ما قدرت انقطع ديالك ما تشوفو كدير من الضحر المهم انتمنى ان شاء الله يعجب مناسو هذي الواحد الصديقة ديالي بصراحة هذي صديق سي وهذه طلبية المهم حبيباسي ما تنسونيش ملايكاتكم وشجيعاتكم مكبيدات ديالي سهل الله لي فراسكم انتلقوا في الفيديو جاي ان شاء الله